لا بدنا نستنفر ولما بيكون في حدا هاجم علينا على أيامنا التفتوا وانتبهوا لا هو وزير السقافة عامل مشاكل مع المعلمين وزير السقافة عامل مشاكل عن حق عنواعي عم يجرب يؤدي وظيفته التوعوية لنتيجتها خليها الناس توعة بلبنان انه في شي بيستهدف أمن المجتمع اللبناني الأخلاقي والقيامي لما نشوف عنواعي وعنحق انه في حملة تستهدف هدم القيام بالمجتمع لا بدنا نستنفر بدنا نتصدى وبدنا نجهد هيدا الحملة مثل ما عم نجرب نعملها انتو مجتمعكم قناعاتكم توجهكم حياتكم ما حدا مقرب عليها بس تجوا هذا المومنتوم لي ماشي برا فكركم فيكن تهجموا فيه وتشتاحوا البلد هون لا هيدا هيدا شوزوز نقول شوزوز يعني هو الاستثناء هو الشي الخارج عن القاعدة بدكم تفردوه عن المجتمع اللبناني انه هو شي طبيعي له مش شي طبيعي وبدكم اكتر من هيك اذا حدا اجا يلفط النظر يقول يا ناس لتفهوا هذا شي مش منيح استنفروا وانتبهوا بصير انه هو راجعي وظلامي وضد الحريات وضد التحضر وضد الحداثة هذه حملة انا مني مضطر يعني اصبر اغوار مين وراها بس كل حد عائلو عم بيتابع عم بتعرفي يعني من حسنات الميديا اليوم والتواصل الاجتماعي وكل التقنيات الموجودة بين ايدينا تسمحلك تشوفي بالثاني شو عم بصير بهالدني كل حدا هيك بيشوف منيح وبفكر منيح بيطلع بيلتفت بلاي انه في شي عم بيجر بيتفشى بكل هالدني وهاجم على بلدنا وعلى مجتمعنا وعلى بيئتنا وفي اجماع لبناني انه هذا شي بشع ما بيشبهنا ما بيليق باللبنانيين وتضحياتهم ما بيليق بكل شي بيرمز لقلو لبنان وبالتالي مش رح يمشي حالو عنا وهدا مشروع الترويج للشوزوز بكل ما الكلمة معنا قلو جملة وسائل منا تحت عنوان سقافي ونحن بلد السقافي نحن بلد السقافي بس نحن بلد الايام ولما بيكون في حدا هاجم علينا على ايامنا متلطي بشي سقافي لأ نحن مجي من اولى العالم التفتوا وانتبهوا الفين وصلتنا تقرير دقيقة واغلبها صادر من امريكا حيث يعني خلق الفين بتقول انو هدا الفين ما انو فين بترفيه ما انو عمل سقافي هيكي بين هلالين فن بريء هدا الفين معمول بالاصل اللي يروح يخاطب الاطفال الناشئة 6 سنين 7 سنين 8 سنين ويزرع لهم باللوعي تبعون فكرة الاستعداد النفسي بل التوق النفسي انو يتمنوا انو يقلبوا نحن ما بهمنا جيننا يقلبوا الفين قيل انو ما في مشاهد اباحية ايه نحن ما قلنا انو في مشاهد اباحية نحن قلنا وغلع الناس انا مبسوط انو نحن تشوف الفين بس الناس شريحة معينة من الناس يعني نحن منعرف انو هدا الفين اذا جينيلك شفتي او انا شفته مش هأثر فينا شي نحن اخدين قرارنا مستقرين عليه وتجربتنا كلبنانيين مولدي فينا الوعي لا ما حدا من برا يجي لعب لنا براسنا لو هدا الفين منترك لالولاد الصغار كان لح يزرع باللوعي تبع الولاد الصغار الشي اللي كلكم انتو شفتوه بتعرفوه من الفيد باك عن الفين انو لشو البنت تتزوج هدا بيعيق ارتقاء الاجتماعي والمهنة واذا بيتزوج ليه بتزوج رجل ما شوفوا كل رجال سيئين واشرار في واحد منيح بس بيبين بالفين انه هو منيح مساء بانه هو متحول يعني وبعدين شوفوا ما احلاه هدا الرجل المتحول لما هو يكون الام مين قال انه الام لازم تكون امرأة مين قال انه الام لما تكون رجل مش هي احسن هيدا الافكار عم جربوا ويجرعوها باللاوعي الى يعني نتائج وخيمة لا ما انت بشوفي انه هي مكاية دي القصة ولا وزير السقافة كان بيصدد ينبه العيال وليتكم الصغار احموهم انو مشوفوا هدا الفين وانتو يا جبار رجزوا لتفهموا الرسائل المبطنة اللي ماشي بهدا الفين بتشوف انو لا مش هن اللي انتصروا كانوا انتصروا لو هدا الفين كان متاح للاطفال اللي هو الفين بالاصل لمين معد لهيد الشريحة تشوفوا لا وزير السقافة هون عمل الدفار طبعه ومرتاح ومبسوط ومطمئن ومراهن انو وعي الشعب اللبناني لح بيخلي الشعب اللبناني وجيدنا جديد يعني ينجى من هادي المحاولة محاولة استزار التشريع لان احنا تصدنا نالا كمان نسيها متل ما بيقولوا اهل الضيع تخبزي بالفراح راحت التهتك الاماكن العامة اكيد ما حدا لح بيسترجي بقى يعمله والاعلان انت شفت شو كانت نتيجته لالاعلان انو هدا المجتمع ارض مشرعة لحدها نمازج مثلهم المأجورين او المبرومين يفكروا انو فينو يشتحونا ويشتحوا ايامنا ويلعبوا باللاوعي تبع زهن جيلنا اطلاقا اطلاقا نحنا الاجتماع لقابل هادي الحملة الاعلامية ما ببلش الاجتماع الاهم للعمال هو بالدمان تحت رعاية غبطة الكاردينال الراعي غبطة البطرك الراعي بهدا الاجتماع وطلبني انا شخصيا اضيفها على البيان انو كلنا علينا واجب شوفي ما لا تعبير مواجهة الافكار المشبوهة المخالفة لنظام الخالق لان هذا البلد مهتري اقتصاده مهتري مليته العامة مهتري ادارته والدوية الحكومية مهتري الكهرباء فيه بعد في شي واحد مخلي العالم وقفي وسابته وادرع التكييف هي روحيته وياما وهيدا ممنوعا ما سفي ممنوعا ما سفي هلا ما بدي فوت بتفصيل هادي المحطة اللي بالنسبة لالي هي ما اسمها ام تي في هي محطة متمرمرة اذا واحد عم يحكي بالوحدة الوطنية بتنزعيش لانه هي عم تضخ بزهن العالم انو لا لا بدكم تعيشوا مع بعضكم بدنا نروح للفادرة ليه بدنا نعمل لبنين انتحادا احكيتك قبل شوي بالدمين عشو اتفقنا عشغلتان لعيش الواحد والقيام ومساقب هادي المحطة مكلفة هي 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 فاقت نامت وفاقت وقررت تروح تهجم هود المسئلتان انا مش لح اضرب بالرمل مع انو نحنا عنا مطيات ومطيات دقيقة بتقول انو لأ هي مكلفة تروح تهد العيش الواحد وتروح تحاول انو تهد الايام وتنامش حيثبطوا معا بقى لما واحد يحكي بوحدة وطنية عكس اللي هي عم تضخوا بتتمرمر منك لما واحد يحكي انو لأ الايام بده تحفظ بده تحمى كمان بتتمرمر منك بقى نخبرك شغلة هدا المومنتوم لقلو وسائل بالداخل اللبناني وعملوا جهود كل حدا فاتح جبهة جبهة تشريعية جبهة اعلامية جبهة سقافية بين هلالين وجبهة التفلط بالاماكن العامة مش منتظرين انو حدا يقفل وجه مسائب انو هادي الوزارة وهدا الظرف تحديدا موجود شخص ما بيسأل عن حدا لما يركب براسه شغلي انو هي الحق وهي المظبوطة ما بيسأل عن حدا لا الالبسين احنا معودين عليها حقيقا انا معروف انو انا ما بسير نحنا كوزار السقافي معودين عليها انو هي محطة رصينة بتنتقد بس برصانة طلع هذا الاعلان على المحطة المتمرمرة اللي هو عم بيروج ل الشوزوز الجنسي بيصوروا انو علاقة حب ورأيه ومنو جريمة القتل جريمة الجواب كان انو ايه القتل جريمة واللي بيحرد المكونات اللبنانية بعض على بعض جريمة واللي بيجرب يعيد الزمان لورا لترجع تخلق الحرب الاهلية ها جريمة والاختصاب جريمة نح والترويج للشوزوز بدو يصير جريمة وقبش عم بكل هود الجرائم اللي بيجي عن واعي بيضلل الناس وبيمهمون انو منيح الحرب الاهلية ومنيحة انو نروح نعيش لحالنا وانو المكومن الاخر ما فينا نعيش معه وانو شوزوز شغلة حلوة وشغلة طبيعية ورأية والاختر من الاختر انو بكون عم يعمل هود الشي لانو مأجور جوابنا هيك هني ما بيردوا مين بيرد الالبسي وشو بيقوله الالبسي تانية وتانية وتماما انو هيدا وزير السقافة مهمل للملف السقافة ما عم يشتغل بالسقافة طب ليش ميمكن هيك والله نحن بنعرف شو وزير السقافة وزير السقافة سيقته بنفسه عالية جدا وفائضة بيوزع سيقافة بيعرفو شو عامل ومش هو برأيه الشخصة مش هادة الكل اللي بيتفقوا معنا بالسياسة واكتر منهم اللي بيختلفوا معنا بالسياسة بس ألنا سؤال انتو اللي بتعرفوا مظبوط نحن شو ليه هلأ فجأة نوعيتو انو احنا مقصرين ابدا بس حكينا على الاعلان جيتو انتو تردو مفيه جواب منطقي اخر غير انو حدا دفشكم تحفر طيب بس نصيبي انو انتو اللي عم تحكوا بتعرفي هدا وزير السقافة هاي هي اول وزارة بتعمل احتفالات بالاعياد الوطنية الجامعة اللي تجمع كل لبنانيين مثل عيد البشارة مثل عيد الميلاد مثل عيد الاستقلال وعملنا عيد الاستقلال حتى بغيابة 5 جمهورية اللي نقول للبنانيين انو بجميع الظروف لازم كلكم تجو تحتفلوا بعيد الاستقلال طيب ومين كان شريكنا بهود الفعاليات الثلاثة اللي هي الاميز والاهم واللي هي دورة سقافة التوعوي الوحدة واستثنائية الالبسي الالبسي بتتصرف على اساس انو لا لحا مش عاملين شيء ولا شيء بقى هيدا الموقف ما في انا الا ما استنتج منه انو في حدا بهيدا النشرة اندفش لهيجي موزير السقافة ليه؟ لانو انتقاد الاعلان تبع الام تي في اما على قاعدة انصر اخاكا ظلما كانا او مظلوما هادي قاعدة جاهلية اللي هي مخصة بالسقافة ابدا او لانو حدا دفع شو مقابل شي معيان انو روحوا هجوم رتشول هدا وزير السقافة بيقوم حرام شو بيعون الوزير السقافة بيهر وبينكفئ بزيح بيخاف منك وبزيح وبينطفئ ببطل يواجهنا بهدي حملة الترويش براف نحاس بوها غلط اضطريت انا خاطب الادارة اللي طلبتنا فيه علاقات طيبة اللي يا ادارة التفتي لهالشي رخيص اللي موجود عندك بغرفة الاعداد اللي راح سمح الحال ويقولها ودي اللي امن ومش الحال انت سمعتش مرجعية روحية اسلامية قالت انو قاطعوا الامتفي سمعت وزير السقافة قال قاطعوا الامتفي فيه كمان اذا بدك اباء اجلاء بصفتهم الفردية والشخصية حكوا بس ما نحكي كمرجعية شفتي مرجعية مسلمة اجت نزلت لمستوى محطة معينة مأجورة وقالت هاي قاطعوا لا ما ما بيه هني ارفع من انو يقاربوا المسألة بهالطريقة هاي هني بيثبتوا المبدأ العام القاعدة العامة وهذا الكل اللي عملها كمرجعيات روحية وكمرجعيات سياسية او كمرجعيات بفعاليات المشتمع المدني الواعيين الحرسين على الامن الاجتماعي موسيقى بتقول احدى اهم المنظمات غير الحكومية وما عندي اسمها كنتسمى تلليك اسمها بسي معلومات دقيقة وجمعت مجموعتها في لبنان قالتلو خلص ما عاد تحكوا عن هالموضوع حاليا كل اللي انتو مشيتو فيه عمل نتيجة عكسية وسكوب تاني انا مؤمن انو اللي عم بيهد القيم بالوقت نفسه هو ذاته اللي عم بيهد امكانية استمرار العيش معنا بين المسلمين والمسيحيين الجهة اللي عم بيحطه هون عم بيحطه هونيك وهو ذاته اللي عم بيسعى لتثبيت النزحون السوريين بلبنان يعدين يهدوا النسيج اللبناني من خلال تاقس المسيحيين وحضن على الهجرة من خلال انو يزرعوا بزهر المسيحيين انو لازم تعيشوا لحالكون ومن خلال تثبيت السوريين في لبنان لإحداث تغيير كبير في النسيج اللبناني وبالوقت نفسه جاي نهدوا الايام ام شو النتيجة العكسية هن مش مطبعين انو حدا يواجههم بهدي حملة التريجة الايام ضد الايام طلع حدا يواجههم شو النتيجة العكسية انو بس نحنا وقفنا وحكينا طلعنا نحنا مجرد صدق لصوت جامع هلا المسلمين المسيحيين رجعوا اجتماعوا بهادي الجهات اللي جي عم تخربت العلاقة بالمسلمين المسيحيين وتحاول انو خلص تفضه على الاخر نتيجة الافعالة بمجال ترويج الشزوز رجعت جامعتهم من حي ستتدري بهادي الانجئو بعطت ورق اخطابة وقالتلو نهدوا اللعب هلا اللعب كون عمل نتائج عكسية نتخدوا اللعب بقى احنا هلقى مرحليا اتمنى انجاز بس هذا كله مرحليا اتمنى انو الشعب اللبناني يدخل بحالة وعي ويفهم شو عم ينطبخ لقلو ويفهم انو اذا مواجه هايدي الطبخة واستمر بالمواجهة النتائج اللي حم تكون كارسية عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللعب عمديني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر